أكد رئيس إقليم كردستان ووفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة مارك تاكانو في أربيل أكدوا أهمية التوافق بين جميع القوى السياسية ودعم الحكومة الجديدة في تنفيذ منهاجها وأيضا الحفاظ على الاستقرار وأمن حدود العراق وسياداته وبحثوا خلال اللقاء الذي حضرته سفيرة الأمريكية إلينا رومونوسكي بحثوا سبول تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا العراق وإقليم كردستان وأيضا زيادة تبادل الوفوضي إضافة إلى بحث آخر المستجدات في شأن السياسي والأمن للعراق وعلاقة أربيل وبغداد وحل المشكلات بينهما وقد أكدوا خلال هذا اللقاء أن الفرصة مواتية لحل جميع المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد